رمضان أهلا مرحبا رمضان الذكر فيك يطيب والقرآن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أيها الأحبة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول له عز وجل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ويقول سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يرجون عفوه ويخافون حسابه ذكر الجنة والنار طير النوم من عيونهم والخوف من الخاتمة حرمهم النوم الهانئ فلم يغطروا بعبادتهم مع كثرتها ولا بصلواتهم مع خشوعها ولو بكثرة ما أنفقوا في سبيل الله ولا بكثرة صيامهم في الحر ولا بليلهم سجدا وقياما لأنهم وضعوا قول نبيهم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بخواتيمها أمام أعينهم فهؤلاء دقائقهم غالية فهم ينفقونها في أعلى وأغلى قيمة في التقوى ومراقبة الله عز وجل وقد نفى الله سبحانه وتعالى التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لم يتصفوا بوصفهم فقال سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أحبتي هيا فهبوا وقوموا من ليلكم واتردوا الداء عن أجسادكم يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهات عن الإث وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد وسؤل الحسن البصري ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها فقال رحمه الله لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره نورا قيام الليل أيها الأحبة يعرضكم لنفحات الله عز وجل المستجابة ثرث الليل الأخير السجود وقت الصحر وقيام الليل فيه الشكر قال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا وكان مر على فاطمة وعلي يوقظهما ليلا للقيام قائلا ألا تصليان فنو قيام الليل كل ليلة عند نومكم فإن لم تقدروا أخذتم الأجر وكان نومكم صدقة من ربكم عليكم ولا تنسوا أفضل أعمال الأسحار وهو الاستغفار فهو آمان من العذاب قال الله عز وجل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فاللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا غفار الذنوب أشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر